أخوكم في الله ومحبكم فيه عماد الدين سلامي مسؤول إعلام بجمعية الماهر للعلوم والتربية جمعية الماهر للعلوم والتربية هي جمعية قرآنية جمعية رائدة في مجال التعليم القرآني تهتموا بتدريس القرآن الكريم ومختلف علومه تضم أكثر من 12 فرعا في مختلف بلديات المسيلة أغلبها هي وقف لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وقف لتدريس القرآن الكريم برنامجنا المعتمد في التدريس في جمعية الماهر للعلوم والتربية وفي مركز الماهر بالقرآن الكريم يشمل خمس أو ست مواد أساسية مادة حفظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى مادة القرآن الكريم مادة أحكام التجويد في جانبها النظري وجانبها التطبيقي مادة الحديث النبوي ومادة أفكار حسن المسلم إضافة إلى هذا بعض المتون المكملة لهذه المواد إلى جانب كل هذا بعض الأقسام التطويرية التي من شأنها أن تزيد من ضبط وإتقان الطالب مثل قسم الإجازة وقسم تكوين المعلمين وأقسام التميز للحفظ والتكرار نحن مقبلون على حفل ختامي بهير حفل قرآني يمثل وليت المسيلة أحسن تمثيل بإذنه سبحانه وتعالى هذا العرس القرآني الذي سينطلق من مركز الماهر بالقرآن الكريم نحو حديقة الألعاب صبريلند ليكون في استقبالنا هناك عمار وليت المسيلة جميعاً سنكرم في هذا الحفل إن شاء الله عز وجل خمسة عشر حافظاً جديداً لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وكذلك سنكرم عشرون معلماً جديداً قد تخرجوا من قسم تكوين معلمين ليصبح العدد بذلك مئة معلم متخرج من هذا القسم منذ تأسيس الجمعية وكذلك سنكرم خمسين طالباً قد تميزوا خلال هذا الموسم القرآني من بين الألف وخمسمائة طالب وكذلك سنكرم عشرون طالباً قد تخرجوا من قسم التفسير والتدبر هذا القسم الذي يعتبر نقلة نوعية استحدثها مركز الماهر بالقرآن الكريم حيث انتقل من مرحلة الحفظ والإتقان والضبط إلى مرحلة الفهم والتفسير والتدبر ليتخرج هؤلاء الطالب برسالة تخرج أو مذكرة تخرج مثله مثل الجامعات تناقش وتنقط وتدرس وتضاف إلى مكتبة مركز الماهر بالقرآن الكريم ليستفيد منها الطلباء والطالبات في تفسيرهم وفهمهم لكتاب ربنا سبحانه وتعالى ومفاجأتنا لهذا الموسم مفاجأة قرآنية رائعة ستشهدها ولاية لمسيلة إن شاء الله عز وجل مسابقة نخبة الحفظ هذه المسابقة التي تهتم باستظهار القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة من الدفة إلى الدفة ومن الفاتحة إلى الناس وهم مقبلون إن شاء الله عز وجل بعد أيام قليلة على استظهار القرآن الكريم كاملا في هذا الامتحان النهائي فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يوفق جميع القائمين على هذا المشروع إن شاء الله عز وجل